الو ايوة يا ابن يا حبيبي هو انت مش ناوي الجنة النهاردة يعمل متات زوجتك وعيالك كده وتعالوا زرون طب انتو كويسين هو انت طب العيل وحشوني ايوة يا ماما ان شاء الله هنجيلك الاسبوع الجاي بازن الله مع السلامة الجد والجدة وادعوهم ايه في حياتنا تعالوا نعيد العلاقات بطريقة صحيح تابعونا في كواليس النهاردة عشان نعرف نسترف ازاي لما بنجي نتكلم عن الجد والجدة بنقول ان ده الاصل ده التراس ده العبقة اللي ناخد منه ده التاريخ الاسف الحال دلوقتي مزي زمان خالص زمان كان نروح للجد والجدة والاولاد ميردوش يمشوا الاحفاد من هناك ليه قص الجد بيحكي قصص الانبياء والجدة عمال اتعلم البنات معرفش ايه دلوقتي الدنيا قالوا يا تيتا عاملين ايه كويسين مع السلامة تفككت الاسرة كده واما يبلغان عندك الكبر اه مين الاب والام اللي هم ابوك وامك عندك انت لأسف دلوقتي لا يلا حيروحوا ضر رعاية يلا يروحوا عند اختي وانا بقديها الفلوس يلا الله مش عارفة فين البيت والاسرة فقد روح انه يبقى فيه جد وجد انا اقول لكم على سر من الاسرار انا بقول للاولاد انتوا هتخلفوا والجبولي العياء لسا بكلم اللي الكادر اللي ورا الكاميرا ده كله دلوقتي قولهم هتولي الاولاد هتولي الاطفال اه الاستفيد بخبرات من الجد والجدة في تربية الاولاد شوفوا حتى وانا بقول لكم سبحان الله ناخد منهم منفعة هما البركة على فكرة هما البركة ولما الاولاد يتعلموا ان فيه جلسة عيلة في الاسبوع بتتعمل انا وابويا وامي والاسرة الصغيرة وبعدين الاسبوع اللي بعده جلسة العيلة كبيرة الجد والجدة والعم والعمة والخال والخال بصوا كم مهرات سلوكيات غرس اخلاق تصحيح مواقف احنا عندنا في التربية بنجي نقول ايه بولك اختلق الموقف يلا اعرف ابنك الصحي بعديه ده انتو في بيت العيلة دوت والجد والجدة المواقف موجودة عارف شاشة السينما هو فيلم لايف مفتوح 24 ساعة وكل واحد عمال يتكلم ويقول والاولاد شايفين محاكاة اسمعوا لسلوك الكبار محاكاة الصرف ازاي والعم جاء كده فالجد قاله لأ كان الصحي كازال والد تعالى النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه كان جده بياخده فين يفرش له فراشه كده الرداء بتاعه في صحن الكعبة ويقعده فين في مجالس الكبار يعرف تصرفات الرجال البنت تعلم الحياة والكلام وإيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش مش هو كده وإحنا بنقول ما عرفش ايه وش دي الصراحة يعني تسمعوا بقى الكلام اللي وتتكلم جوه البيت بالشكل مش عايز تقول لكم برا كده سمعين قطط بتتكلم جوه البيت بقى عم خميس وجمعة اه عايزة هناش عارفين الصوت ده جميل الفكرة في ايه بلاش نخسر جوه العيلة والله مش دايما مش دايما بيبقى غم ومشاكل انا عايزة استفيد بالناس الكبيرة دي بالحب بالدعوة المستجابة ببركة الصلاة انا هافتكر لجدتي علي رحمة الله حاجتين تصلي وترجع تقول ربنا يجعلنا من المقبولين عندك يا رب والجدة التانية تصحى قيام الليل من قبل الفجر لا غرفش يا دينا بقى مش عايزة روح على المسجد دلوقتي بالليل تفضل تصلي لحد الفجر ما يقزن وكانت تفرش الشارع كله لصلاة الجمعة للناس تحط المياه قلال فيها مياه ورد وقول لها مش عايزة المياه ورد تقول لها الناس بتحبها وتفرش وتحط عشان الناس تصلي جدتي دي توفت يوم الجمعة كل اللي كانت بتفرش لهم دول ومصلوا عليها الخير لا يعدى بلاش يعني نحرم نفسنا قبل عيالنا من بركة الناس الكبير عندنا ورد يومي لاتصال بيهم صلاة رحم رزقك يزيد عايز رزقك يزيد وفلوسك تزيد وينسق لك في عمرك ها فالتصل رحم وتعلم أولادك كده هو انت ما بتعملش كده منتظر ان أولادك هيبروك شكرا شكرا مع السلامة ولا هم ما شافوك ما شافكش لكن لما يشوفوا انك بتقول وانك بتتصل هما كمان عندنا جلسة العيلة نتنازل بيها اخر حاجة وصلكوا بيها حاجة طعفة جدا اطفالت سنتين وتلات سنين ندعي ربش في تيتا قولوا امين والاب يقول والاولاد يقولوا يا رب اكرم تيت يا رب اكرم جده يا ربش فيهم يا رب يدخلهم يا رب مش يوفوا الكلام ده على محياهم وانت بتدعي اعرف بنوتا تلات سنين يا رب تيتا مش عارفة يا دولين يا رب تيتا يا رب جده يا رب جده محمد يا رب مش عارفة يا مش عارفة تقول بس سمعت فبتحاكي السلوك النقطة الاخيرة اللي وسكوا بيها نقطة صدق الجري افضل الصدقات سقيا الماء بير مية يتعامل باسمهم كرآن يتحط مجلس يتحط وادفع ادفع في مواسير المية اللي دخلها جوه المسجد والمقرأة حلوة قوي الكلام ده قدوى الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا ولا يحرمكم من قعدة الجد والجدة ودعاهم وبركتهم وتفضل البيوت ببركة الناس الكبيرة دي دمتم بخير وحلقة جديدة من كواليس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر